بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا وسهلا فيكم هلا 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 مرحبا الساعة أهلا وسهلا فيكم وحيوكم الله تقبل أطاعتكم بضعة نقاط للبرمجة النفابية سأل الله أن يضع فيها النفع من لي ولكم بإذنه واردوا أن تأخذوها محمد الجد وتركزوا فيها العباحية أو النظرة إلى مشهد مثير صورة فيديو وعين كان وطبعا ستكون هناك امرأة طبعا أنت ستقلب أو أن أنت كنت تعرف مثلا موقع معين أو شيء معين فأنت طبعا إذا كنت مدمن تعرف أين تنبش وتنقب وتبحث فستشاهد شيء مثير وأنا معك في البداية سيكون هذا الشيء فيه لذة وربما لو أن أنت مارست الفعب ستكون هناك لذة أنا معاك ولا ما كان يعني فرز الدوبامين وضرب الدوبامين فوق لكن أفكر فيها أخي الكريم لذة اللحظات هذه سيعقبها أيام من التكدرات نعم بسم الله لذة اللحظات وأنت تفكر فيها سيكون بعدها على الأقل يوم يومين لو أنت مثلا فقط شيء بسيط من النظرات والممارسات سيعقبها يوم يومين من التكدرات من غير على الشيء أنت تعرف ستكون حالتك المزاجية سيئة ستكون غير متحمس لشيء محبط كسول لا تريد أن تدفع الشيء لا تريد أن تلتقي بأحد لا تريد أن تنجز شيء فقط تريد أن تضيع الوقت فقط تريد أن كنت تنبش في هاتفك وتضيع الوقت بفيديوهات سخيفة أي شيء يضيع وقتك فقط يدفع الوقت دفعا حتى يرتفع الدوبامين مرة أخرى الذي نزل يعني فهذه أول نقطة ومتفي نظرتك ليه هذه الصورة أنا أعلم أنها قد تكون فارهة الجمال هذه التي في الصورة تكون فعلا وهذا شيء طبيعي شيء طبيعي أني كنت تبهر وتجذب أي إنسان أي إن كان سواء صحابي نبي حتى ترى العنبياء يعجبون بالجمال يعجبون وهذا كما قرأت لكم فيه أحد رضي فيه فيديو واللي هو لا تذكر اسمه ولكن كما يعني المهم من غير يعني التفاصيل من سواء من الصحابة ومن السيرة وما إلى ذلك والله جميل يحب الجمال وهذه فطرة في الإنسان وخصوصا إذا كنت رجل كمان هناك بحث يقول أنه تم عمل بحث لأن بعضهم قال أنه هناك من يحب الجميلة وهناك من لا يحب الجميلة تم عمل بحث واجدوا لا أتذكر كم المهم أنه يعني النسبة الأغلبية العظمى أو 90% لا أتذكر يعني من الرجال السويين يعني غير ليس فيهم شواب ينجذبون ويستثارون على المرأة جذابة 90% يعني من فطرتهم يعني تلقائيا يعني أي واحد على وجه الأرض سينجذب إلى مرأة جذابة مثل دخلت المرأة جذابة إلى مكان العمل مثلا 90% من الرجال الموجودين سينجذبون لهم هكذا صنعنا هكذا خلقنا سيأتونك الناس تبرمج وبرمج حديثة سيقولون لا هذا سينظر لها أنها جميلة هذا سينظر لها أنها قبيعة هذا الكلام يعني بعض النسويات نشروه من قبل عشرات السنين بدأ يعني يتغلغل لكن الواقع بأن الجمال تم إثباته هندسيا يعني فيه قالب عند الدكتور التجميل على أساس الهندسيات هذي هو يجمل فالمهم فالمقصد يعني المعاد بأن هذه التي تنظر لها أنا متأكد ما هي جميلة في الغالب أو أن قد تكون يعني بعض الناس أنتوا بتفضيلات معينة امتبطت في الذهن بسبب تجارب ماضية بسبب أنه تعود على هذا الشيء أو بسبب أنه وكيف أن ماطه العصبية على هذا الشيء غض النظر يعني فيه سبب يعني أنه مال إلى شيء دون الآخر فستكون بالنسبة لك على الأغل بالنسبة لك هي يشكلك قمة الأنوثة قمة الاستثارة قمة الجمال قمة المثعة الجنسية وأنا متفهم هذا الشيء وشيء طبيعي أني كنت تستثار لكن هل ردة فعلك لهذه الاستثارة في مكانها دعنا نفكر يعني أنت أريدك أن تشاهد شخص آخر ليس أنت يعني نعطيك 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 دراسة حالة شخص مثلا نريد أن تقيم أنت ردة فعلك شاهد مثير مثلا في السوق أو في أي مكان ثم رجع إلى المنزل نزع بنطالة وقام بألفاظ هل هذه هي ردة فعل صحيحة بالنسبة له أنت جاوب وفي المقاء أمن المفروض أنه يعني بعدما شاهد مؤثرة جدا واستثار أصبح لمهوس يعني التسقت هذه الصورة في ذهنه ذهب وتزوج أو أنه في الغالم يعني بالنسبة العصر الحديث يعني جهز نفسه أو عمل على أنه يعني يلبي كل ما يسهل له زواجه من مرة مناسبة بالنسبة له يعني جميلة صالحة ذات حسب ومال وجمال وخلق ودين ومع ذلك أين كان يعني الصفات التي هو يريدها أنا أقصد أن أنت تحصل على صفقة ناجحة يعني لماذا في الفيديوهات كثيرة أقول يا جماعا لا أضح أكون عليكم من النسويات يقول لك أن سواء تزوجت قبيحة سواء تزوجت جميلة نفس الشيء أو أن بعض الوعاب وبعض المشاريخ يقول لك لا لا تبحث عن الجميلة ابحث عن صائدات الدين وفي النهاية يوقعون هذا الشيء الحام وبالسوء صلى الله عليه وسلم قال فلينضوا إليها تزوج واحدة أنت معجب فيها على الأقل لا قلنا ملك الجمال لكن معجب فيها حتى تعفك فالفاض ما أن هناك ما أنا أقصد هنا يجب أن تضع في ذهنك بأن بإمكانك أنك تتحصل على ما يغنيك عن هذه التي تشاهدها في شاهد أنها جميلة فالغالب أكيد تتبارس على واحدة جميلة لا أقول لك في إمكانك أنك تتدوج واحدة جميلة واحدة تلبي لك رغباتك الحياتية الدينية الجنسية لأنه عقد نكاح اسمح عقد نكاح نكح فتذهب إلى عقد النكاح عندما كنت تكون بينك وبين يدك نكاح ما هي ردة الفعل السليمة أنت حكم أنت تجاوب على نفسك ردة الفعل على الاستثارة أهم أنك تذهب تتعب على نفسك أو تعمل حتى تكون مثلا في غضون سنة سنتين ثلاث أربع خمس على حسب وضعك تتزوج بعدها شيء مناسب صفقة رابحة بالنسبة لك أما أن أنت فاب فاب أو أن أنت تنزع من رابسك وتصبح كالأحمق والأهو لتمارس الفاب أنت جاوب أنت جاوب أنت جاوب على نفسك أنت تختار الإجابة التي تراها أنها منطقية وبعد ذلك قرر أن كنت تريد أن تمارس الفاب على المظهر أو بسبب استثارتك أو أن كنت تستعمى على نفسك لكي أن كنت تتزوج أو ما إلى ذلك هذا هذا الشيء و يجب عليك أن الاستثارة هي عاصفة تأتي وتذهب تأتي وتذهب يعني لن تستمر لا عاصفة الاستثارة تدوم ولكن ستحمد عقبك ستسعد في حينما حينما تمر عاصفة الاستثارة من غير أن كنت تمارس الفاب فإن ستنظر إلى كل شيء على أن في الحياة أنها مثيرة يعني عوضا أن كنت تنظر فقط على أن الفاب والصور هذي هي الشيء المثير فقط في الحياة هنا تكون مدمنة عن هذا فقط مثير في الحياة هنا تتجاوز على صفة الاستثارة ستجد أن كل شيء في الحياة مثير ستجد الهواية التي تتحبها أصبح دانمو استفادة دانمو حماس دانمو إيجابية لك سيتقد ذهنك ذهنك سيتقد ستصبح تعرفون يعني فأنت ما تريد فكما قلت يعني النعار التي تشاهدها هي ممكنة في الواقع مثيل لهذه التي تترى ملك الجمال صدقني ممكنة لك في الواقع فالنوضوع لا يستحق يعني تخيل أن أنت فقط تعطيها قيمة علية وكبيرة لأن حاليا أنت في فترة تقحط جنسي لأن أنت حاليا يعني بعيد عن هذه الأشياء أنت يعني لا أقصد أن أنت حتى ممارسين الجنس يقعون بالإدمان الفاب وكثيرين نعرفهم وما إلى ذلك لكن أنا أقصد أن الشخص الذي هو بعيد عن ممارسة الجنس مثلا مع من تعجبه سيضع سيضع قيمة علية على الجنس سيضع قيمة علية على البنت التي شاهدها سيراها كأنها ملك كأنها ملاك كأنها كذا خصوصا مع المؤثرات التي تضعها سواء على نفسها أو على الفيديو تعطيها فقط قيمة علية بسبب زائد أن هي زينت في عينيك وهي تزينت أكثر زائد أن 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 تنقصد لو أن أن نكحت هذه التي تريد أن تمرس على الفاب لو أن كنت تمرس مع الجنس وانتهيت الآن انتهيت الآن أنتهيت من نكحها ثم سألنا لك هل ماذا تنظر على نفسك ما نظرتك لنفسك في السابق حينما كنت تمارس الفاب عليها ستقر هاي سخافة لأن أكبر سخافة أن أنا أمارس الفاب على هذه لأن كنت مكت منها لأن كنت حصلت عليها ترى أن أمارس الفاب عليها شيء سخيف وتخيلوا هذا الموضوع ستجد أسخف شيء في الحياة أن كنت شربت مشروب معين وانتهت منه وخلاص يعني حال حال شربك للمشروب معين لوجبة معينة تناولت استلذيت فيها وقت ما طعمتها وقت ما تناولت استلذيت فيها وخلاص كانت تجربة جميلة وانتهت لن تمتد بالزمن لأن هذه الملضات الحسية لا تمتد بالزمن شيء انتهت منه وخلاص طاقة وراحة لا تستحق ان انت الهوس وان كنت تدم حياتك بالفاع ويعني تحطم كل شيء وترمق بلانوية على حياتك فما يستحق الموضوع هذا كله فقط انتهت تعطي قيمة علي لهذا الشيء بسببين اولا ان هذه البنت لن تحصل على هل حصد هل سي كن السخيف تكتب أصف ثاني شيء وهنا لذلك اقول ان هي ممكنة يعني اذا وضعت في ذهنك ان هذه ممكنة واقعيا فالناس تسقط من عينك شيء ثاني انت يعني تضعق قيمة عليا وتكون مهوس بالفاعب لان تريد النشوة اسمع علي اسمع مني اخي الكريم 90% من الاستثارة التي تشعر بها والانجراب الذي يجذبك الى الفعض ليس حقيقيا نعم ليس حقيقيا هو بسبب انك تريد النشوة تريد النشوة من وراءها انت كيفت عقلك كي يحصل على نشوة من هذا الموضوع لاخد رشفة ما بأقصد أقصد بأن لا نهلا تسرح ما كنت كنت ظالمين ولا العشرة أقصد بأن كيف أضعها لك بطريقة واضحة أخذ كريم أنت تريد نشوة معينة هناك تعكرات في حياتك ملل وحش أني كانت وتريد نشوة عظيمة تريد أنك تعوض عن المشاعر الحرمان التي تشعرت فيها سبب مشاعر الحرمان الهوس والطمع الجنسي لا شيء يشبعك هوس لا شيء يشبعك عدت له نكحت جميع نوعات كالعوضية لا شيء يشبعك ما يسمونا الطمع إذا قال ابن الجوزي علاج الهوى الجنسي قطع الطمع والاستعجال والهوس يجعل أن أريد أن أقضي وطري الآن الآن وأريد شيء خيالي والشيء كذا ولا تصل إلى شيء تمارس تمارس لا تصل لأ شيء تمارس تمارس لا تصل لأ شيء كالذي يطارد السواب ويتم يطارده ويطارده ويطارده إلى الأبد ك هذا فأر الهمستر الذي يركض على العجلة لا تصل إلى شيء كالذي يعني يزيل قشور البصل آملا بأنه يصل إلى النوات لم يصل إلى شيء لا ينتظر إلى شيء بالفاب لن تصل إلى شيء لن تصل إلى النقطة تشعر فيها بأن عندها الآن استطيع أني أنا أفك نفسي من الفاب يعني فقط قليلا فقط قليلا يعني هو تضحك عن نفسك فقط قليلا تمارس وبما مارس أكثر أصل إلى النقطة أقول أنه خلاص الآن استطيع أني أمارس استطيع أني أنا أضع قوة الإرادة وأخلع نفسي منه بينما في الواقع أنه لا توجد نقطة تشعر بأن كنت نوعا ما شبعت الآن استطيع أتوقف وعلى مرة ولا مرة صارت ولا حتى يعني كان قريب من هذا الشيء كان معك نهائيا ولا مرة حدث في حياتك بأن أنت مارس مارس ثم بعد ذلك قلت آه فقط الآن كيف الآن يعني مسخت السالفة أنا أقصد هنا القاع قاع الإدمان كنت تصل لمرحلة تقول أن دمرت حياتي وضيعت وقتي بشكل كافي وبدأ تعديني فالآن يجب أن توقف هذا شيء ثاني هذا شيء صحيح لكن كنت تقول أن وصلت إلى محلة الشباع أن سأتوقف ولا ما ما حصلك تستمر تعجلة غير منتهية إلى أن أن تدخل في جحيم من أجل أن كنت تصبر ثانية وتخطو أو أن وقعت في هذه دوامة الإباحية فأجب حياتك وتفكيرك وما عندك من أدوات وما لذلك كي أن أنت أدوات ذهنية كي أن كنت تبتعد عنها ثانية وتبتعد عنها إنش أو صامتي تضع كل جهدك كي تبتعد عنها صامتي كي تصبر عنها ثانية تركز على هذا الشيء كون هذا هو هدفك العام كنت تخرج من هذا المستنقع هذا مساعد الكثير كنت تركز على أن كنت تخرج من هذا المستنقع كل شيء متوقف في حياتك بسبب أن أنت بهذا المستنقع فلذلك يجب أن كنت تركز يعني لو أنت كنت في سجن مسجون مثلا أو معتقل عند الأعداء مثلا فما معنى أن كنت تضع لك أهداف لا يوجد معنى من أن تضع أي هاتف المعنى الآن هو أن أن تحرر نفسك من هذا السجن حين ما تخرج من السجن بعد أضع أهداف كثير ما تريد حاليا في سجن الباحية فالآن هدفك أن كنت تهرب من السجن يعني تحفر لك حفرة تضع لك يعني ثقب أو فتح في الجدار المهم أن أن يجب أن كنت تضع لك خطة هروب فهذا هو هدفك الآن لأن كل شيء متوقف في حياتك بسبب الإباحية هناك نقاط أخر لكن نواجلها في وقت آخر هو الملخص يعني نعم النقطة الذي أنا أكمل ها هو أن 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 أنت فقط تريد النشوة من خلال هذه ما تريد غالبية ما في الاستثارة ليست حقيقية لأن هذه صورة و أنت يعني لن تشبع من رائعها و صورة مسطحة و يعني لن تتحدث معك لن تمارس لن يعني تمارس عملية جنسية حقيقية أو حتى غير حقيقية يعني وتكرر هذا الشيء أكثر من مرة أكثر من مرة أنت تكرر وتكرر وتكرر فالمفروض أنك أنت مليت لكن أنت تريد النشوة أنت طامع عندك طامع في النشوة لذلك أنت تشاهد الشيء على غير ما هو عليه هناك يعني تنوين مغناطيسي هناك السحر التخيلي يعني هناك أنت تشاهد الأمر على غير ما هو عليه لا تنظر له على بنظرة الواقع والحقيقة لو نظرت له تفكرت في منتهى حسن الذي أنت تهواه لم يسبك كما بما قال الشاعر العربي لو ما معناه يعني لأن تفكر العاشقة في منتهى حسن الذي يسبه لم يسبه يعني حسن لو تفكر في هذه التي أت يعني أسرتك في مظهرها وتفكرت فيها كيف وتفكرت في الواقع الذي أتت تعيش الآن بما لا تعرفك أساسا وأت لا تعرفها أساسا كلما في الموضوع حوس لم تأسرك لأن لا يأس أحدا أحدا يعني عودا على بد ما قلناه هو أن نعم لحظات يعني أنت هناك نعم هناك لحظات أنس لحظات لذة وهذه تمثلك كلما أتتو يده من الجنس لكن سيعقبها أيام من التكدر نزاجك سيكون سيء فالموضوع لا يستحق بينما لو أنك تجاوزت هذه العاصفة بالاستثارة التي ستمر يصبح كل شيء بالنسبة لك مثير ستلتذ بالكثير من الأمور ستصبح ناجح مع أصدقائك في حياتك مع نفسك ستحب كل شيء يستستمتع بكل أمر ستتشه مجرد وجودك في الحياة ومضيك في يومك وأيضا يعني كمثل التمرين أنت تخيل أنت نكحتها وانتهيت بعدها لو أن أنت نضرت إلى الماضي كنفسك كأن مرست الفاض عليها ستقولون هذا شيء سخيف وأيضا أن تعرف بأن هذه ممكنة في الواقع ردة الفعل يعني تستثلت لكن ما هي ردة الفعل السليمة لأنك تنكع يدك أما تعمل على نفسك كي تتزوج كي تصبح إنسان سوي وتستمتع بحياتك تستمتع بحياتك لأن تكونوا استمتعتم واستفدتم في هذا الفيديو ومحبكم محمد غطان تقبل أطاعاتكم ونواك في فيديو آخر في أمان الله